الميلاد هو عيد الفرح والسلام والرجاء وبالميلاد مجد الله بيسوع وبشرة الفرح يحتفل العالم المسيحي في مشارق الأرض ومغاربة بعيد ميلاد يسوع عيد المحبة وهو مصدر السلام وينبوع الرجاء بمستقبل أفضل للحديث عن الميلاد المجيد ومعاني الميلاد سيكون معنا اليوم الأب مارون توماك العام وأنت بألف خير وميلاد مجيد ينعاد عليك أبونا وأنت بألف خير وينعاد عليكم وعلى بلدنا وعلى شعبنا بألف خير ينعاد عليك عن جديد في اليوم عم نحكي عن اسمه على المعاني معنا الميلاد المجيد خبرنا أكتر عن هذا المعنى والأداء له خصوصية فعلا بكل إنسان سوري أكيد العيد الميلاد هو تذكار سنوي نحن نذكر فيه ولادة يسوع المسيح على الأرض الحدث الخلاصي اللي صار من ألفين سنة بتجدد هو حدث مستمر لذلك نحن ما رح فوت كتير بموضوع اللاهوت والفلسفة إنما فينا نقول إنه لحظة الميلاد هي لحظة أبدية يعني بعدنا نحن عم نعيش بلحظة الميلاد كل لحظة من لحظات حياتنا بالمفهوم الكنسة وبالمفهوم اللاهودي على المستوى الشعبي هالذكرى دائما بتحط الإنسان قدام حقيقة محبة الله للبشر محبة الله لخليقته وهي المحبة هي محبة مستمرة من لحظة الخلق حتى مدى الحياة حتى الأبد وهي المحبة أو الحب الإلهي هو دائم ومستمر وكل لحظة من لحظات حياتنا ربنا بيعبرنا عن محبته وكان بالميلاد أو كان بالحدث الخلاصي كله بشكل عام هو حدث محبة الله للإنسان وهذه المحبة بتدعينا نحن كبشر لأنه نستمد محبتنا من هذه المحبة الإلهية لذلك نحن كل تصرفاتنا بحياتنا المفروض تكون مبنية على هذه المحبة لدي سبولس الرسول ونحن بدمشق ودمشق كتير بتعني لحدث اهتداء بولوس الرسول وبيقول كلمة كتير مهمة أحبب وفعل ما تشاء لأن من يحب لا يستطيع أن يصنع إلا ما تفرضه المحبة وبالتالي كل محبة كل تصرف نتصرف ونحن المفروض يكون مبني على أساس محبة وهالمحبة تكون مستمدة من هذه المحبة الإلهية لذلك نحن بعيد الميلاد حلوي زيني الشجرة حلوي الأضواء اللي نحن عم نعيشها ولكن هذا ما هو أساس الميلاد ما هو أساس الاحتفال بين الميلاد لأساس كما شفنا بالتقرير يلي عرضتوبنا شوي هو هالأشخاص الضعفاء المسنين الأطفال الفؤرة الجوعانين المحتاجين يسوع المسيح بيقول كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فليصنعتموه نعم ولد فقير وعاش فقير كتير مهمة المظاهر ولكن جوهر الميلاد هو مع الإنسان ضعيف يعني فينا نقول أنه معاني الميلاد كتير كبيرة هي ما بتختصر مثل ما ذكرنا على الرموز العامة اللي هي نحن منشوفها كيف نحن منقدر فعلا نحقق هذه المعاني بحياتنا اليومية مو بس فقط بفترة عياد الميلاد بالمبادرة تجاه الآخر يعني نحن كتير منشوف بخصوصا نلع بهالظروف أو شي فترة الحرب ونحن اليوم الحرب عم تضع أوزارة بسوريا وعم ننتقل لمرحلة جديدة مرحلة كلها حياة مرحلة بناء نتذكر الحرب نتذكر ناخد منها دروس وعبار للمستقبل للحضر للمستقبل ولكن بدنا ناخد مبادرة تجاه الآخر ضحايا الحرب هني بالمجتمع كتيري عم نشوف الفقر عم نشوف التشرد عم نشوف عيالة بتنام بالشوارع تلتح تفترش الأرض وتلتح في السماء ما عندها أي سقف يحميها وبعتولي من كم يوم صورة العيلي أم وطفلين عاديين نايمين بالليل بالشارع هؤلاء الأشخاص هني معنا العيد نحن إذا بدنا نعيش حقيقة الميلاد بدنا ناخد مبادرات تجاه الآخر كيف ناخد هذه المبادرات؟ في عنا المؤسسات الدينية إن كانت مؤسسات الكنسية المسيحية والمؤسسات الإسلامية بالتعاون مع المجتمع المدني مع العائلاتنا الموجودة هني المجتمع أساساً يعني العائلة هي أساس المجتمع عائلاتنا الموجودة بنقدر نحن كمؤسسات نشتغل معه نعم المبادرات تجاه الأشخاص عم بتصير مبادرات ولكن هذه المبادرات منا كافية بحاجة لتطوير بحاجة لقونني ومتابعة يعني الواحد يبلش بالمبادرة يمكن لازم يتابع فيها لحتى توصل الهدف المنشود أكيد وفي عنا كتير شغل يعني نحن ما فينا نقول عملنا مبادرة أو مبادرتين خلاص بكفي أبدا مبادرة لازم يكون مبادرات مستمرة ومتابعة متما حضرتك لأنه بحاجة كتير مجتمعنا لشغل مخلفات الحرب هي مخلفات أليمي جدا عادة عن الشهداء يلي نحن اليوم بهالعيد نترحم على أرواحهم ومنعزي عائلاتهم ومنعزي أمهاتهم ونتمنى لهم أكيد هيا مسعيدي وربنا يعوضهم ونحن نرفع رأسنا ونفتخر فيهم عادة عن المشردين والناس يلي اليوم بسبب تعرفوا الأزمة الاقتصادية ومرحلة بناء وفي ضغوطات وعقوبات وإلى آخر فكتير عم بيكون المخلفات الأزمة هي مخلفات مؤلمة جدا في كتير عنا عيال محتاجة لذلك نحن عنا كتير شغل يعني الموضوع ما بيكتفي بمبادرة أو مبادرتين نحن بحاجة إلى مبادرات دائمة ومبادرات مستمرة وأهم شيء أنه تتقونا نحن بحاجة إلى قوانين تسن بالدولة لمكافحة تشرط الأطفال لتأمين مساكن ليلي ما عم يقدروا يأمنوا مساكن هذا شيء كتير مهم اليوم نحن العيد مش بس العيد يلتلك نحن كل لحظة من لحظات حياتنا عم نعيش حدث فرح حدث حياة وبالتالي نحن مدعوين لأنه نحافظ على الحياة بشكل دائم وبكل يوم من أيام السنة مش بس بالأعياد دائما نعم أبونا في شيء كتير كان مميز هي السنة نحن لما ممكن غطينا عدد من الفعاليات سواء من افتتاح الشجرة إضاءة الشجرة بالأسطاع أو حتى الحفل الضخمي اللي صار بساحة العباسيين فشفنا أنه عدد كبير من طواقف مختلفة كانت مجموعة يمكن ما كان فيه صوت واحد بالساحة مرغم الأعداد الهائلة اللي كانت موجودة كان فيه صوت التراتيل والترانيم اللي كانت موجودة لما كمان أضاءوا الشجرة كل الناس فرحد فاليوم قدية هذا الشيء فلن عم يتجسد بكل فعالية عم بتكون أنه نحن كل ياتنا يمكن شعب واحد ودين واحد وكل ياتنا يمكن لنا دعوات وأمنيات أنه بالخلاص ترجع سوريا بلد السلام والمحبة أكيد نحن شعبنا متعطش للفرح متعطش للسعادة بعد كل هالألم اللي عشنا نحن بحاجة لأنه نزرع الفرحة بقلوب السوريين وهني أساسا السوريين هني أصل الفرح بالمنطقة وبالعالم والسوريين هني اللي عطوا العالم كل شيء أعطوهم الأبجدية أعطوهم الحضارة أعطوهم المعرفية الفلسفية حتى القانون طلع من عنا حتى القانون أشهر مشرع بالعالم هو سوري وبالتالي السوريين عطوا العالم كل شيء وحرموا خلال سنين الحرب سنين الأزمية اللي دول ضغطت واشتغلت وضخط أموال وضخط سلاح اللي يدمروا البلد دمروا حجر بس ما أدروا يدمروا الإنسان السوري لأن الإنسان السوري هو موجود وعن بعيش وجد بسوريا لأنه عنده رسالة يبدو يؤديها فهيدا الشعب بيستاهل ويستحق أنه يفرح بيستحق أنه يدخل سعادة لقلبه وكتير مهمة على المظاهر بس ليست الأهم برجع بقوله بشدد ليست الأهم حلوة كتير أنه الزيني وأنه نعملها الاحتفالات وأنه الناس تفرح وتنبسط ولكن لازم تكتمل إذا بقينا عندها الحد فهو يناقص لازم تكتمل بالمبادرات نعم يعني اليوم ليلة الميلاد فينا نقول اليوم المساء خبرنا أبونا يعني كيف لازم يتقطر العمل المؤمن بهذا اليوم طبعا نحن في عنا قبل الميلاد بتسعة أيام بتسعة أيام نعمل احتفالات على مدى هاتتسعة أيام يسميها تسعية الميلاد تسعية الميلاد يلي فيها نتذكر بشكل يومي نصلي صلوات الميلاد ونتحضر بشكل مباشر بالصوم وبالصلاة للحدث لأنه الميلاد بالنهاية هو حدث إيماني منه حدث اجتماعي فولوكلوري هو حدث إيماني بالأساس حدث إيماني وبيترافق مع العادات والأصاص الفولوكلورية اللي الناس بتفرح وتنبسط فيه ولكن نحن منحضر تحضير مباشر بالصلاة بالصوم لحدث الميلاد الليلة بيكون في عنا أداديس وأداديس نصليل نصليل يعني ساعة 12 اللي هو أول ساعة أو أول دقيقة أو أول ثانية بالنهار الجديد اللي هو عيد الميلاد وبتتوالى الأداديس والاحتفالات الدينية طبعا تكون مترافقة مع الكشاف الاستعراضات الكشاف والكرنفالات كلنا بنعرف ودمشق مشهورة فيها ومعروفة يعني عميجوا من غير دول اللي يتفرجوا فقط على احتفالات عيد الميلاد والكرنفالات والكشاف اللي بيطلع بشوارعها من قبل الأزمة حركات كاشفية كتير مهمة بسونيا نعم أكيد في احتفالات دينية وفي احتفالات اجتماعية إذا في نقول نحن يمكن كنا عم نحكي عن مظاهر الاحتفال سواء من الزينة للشجرة وغيره أنه هي ممكن تكون نقصة إذا ما كتملت طبعا بفعل الخير وتذكر يمكن الناس الضعفاء مثل ما حكينا بالبداية لكن ما فينا ننكر جمال شجرة الميلاد وما فينا ننكر كمان المتعة الحقيقية لما ونحن ممكن نعمل المغارة ومندفن ممكن كل شخص بحط لمساته الخاصة فيها بس معاني المغارة والشجرة وتقوص الزينة كلياتة أكيد كل شيء له معنا فخلينا نعرف من حضرتك أكيد الآن الشجرة ترمز إلى الحياة الشجرة دخلت بالتقليد عيد الميلاد بالقرون الوسطى تقريبا من القرن العاشر القرن الاداش قرن الاثناش أصبحت تقليد أساسي بعياد الميلاد ترمز إلى شجرة الحياة لأنه في عنا بقصة الخلق قصة التكوين بالكتاب المقدس تحكي عن شجرة الحياة خلاء ربنا ووضعها بوسط الجنة فهذه الشجرة ترمز إلى شجرة الحياة وكلنا نعرف الشجرة شورة مزيتها بجماليتها بالطبيعة بتعطي الأكسجين للتنفس نعرف الأزمة التي صارت من فترة الحرايئ التي صارت بالغابات والعالم أعلن خطر إذا استمرت الحرايئ ستعمل كار سي بي إي وإلى آخر فمفهوم الشجرة يرمز إلى الحياة المغارة وجدت مع الأديسة فرانسيس الأديسة فرانسيس الأسيزة يلي هو أول من أدخل موضوع المغارة طبعا هو تقليد جميل جدا بيرمز لحالة الفقر يلي ولد فيها يسوع يسوع ولد بما فينا نقول المغارة لأن عطيت رمزية لمغارة بينما الكتاب مؤدس بيقول ولد بزافينة سمية بيت الحيوانات لم يكن له موضع العدرة مريم ما كان عنده موضع تضع فيه الطفل فالتجأوا إلى مكان للحيوانات وولدت ابنها ووضعته في مذوات المذوات يلي هو من خشب بيحطه فيه الأكل يلي بيأكل منه الحيوان فافترشوا وحطت الطفل في مذوات يعني لهذه الدرجة من الفقر ومن الزافينة أقول لا كرامي يلي ولد فيها يسوع لا يعطي الكرامي للإنسان يعني ولد بحالة الفقر الزافينة أقول الأكسترين بالعربي يعني أبعد حدود أبعد حدود الفقر حتى يعطي الكرامي للإنسان أكيد يعني كتير مهم أنه نحن نعرف هاي الرموز ووقت نكون عم نحطها ونحطها بمنازلنا نعرف أنه هي ليش موجودة بعيد الميلاد أبونا حابين ناخد نحطتك رسالة بهذا اليوم بتوجهها لكل العالم ومعايدة أنا اليوم الرسالة اللي بوجهها أولا لشعبنا شعبنا بلق في الفرح شعبنا بتلق في الحياة ومدعوين لأنه نحافظ على كرامة الإنسان السوري على معيشته على كل مقاومات الحياة اللي هو بحاجة لإله الرسالة الثانية نحن ما بننسى شهداتنا يلي لو لا هن نحن ما نموجودين اليوم هون لو لا هن ما نعمل الاحتفالات الجميلة كلها يلي لو لا هن لو لا دمهم يلي نسكب على طراب سوريا ونحن أنا دائما بقول الشهدات هنية اللي عملوها الوحدي بين الشعب السوري لأن تزجت الدماء السوريين كلها مع بعضها بدون تفرقة وبالتالي أعطت صورة جميلة لوحدة الشعب السوري بالرغم من الألم والحزن يلي نحن بيعترينا موضوع الشهيد هو موضوع أساسي بحياتنا وأن هذا موضوع نحن ما لازم ننسى نهائيا تضحياتهم عطاءاتهم عيالهم أبناءهم كثير مهم أن نعمل مبادرات تجاه أبناء الشهداء بالتوازي مع الآخر يلي حكينا عنه ولكن كثير مهم أنه نعطيهم شيء من الفرح بحياتنا وما ننسى الجرحى أبونا أكيد كمان اللي هن يعني ضحوا بأجزاء من أجسادهم منشان نحن كمان نضل مستمرين بهذه الحياة وما لازم ننسى أنه تكون في مبادرات باتجاههم أكيد الجرحى يلي نحن نسميهم شهداء الأحياء فكمان نحن نتمنى لهم الشفاء وبتمنى كمان أنه ينعمل شيء من قبل المجتمع المدني تجاه الأشخاص يلي يمكن عندهم نوع من عجز ما بيقدروا يشتغلوا ما بيقدروا يعيلوا نفسهم أنه ينعمل مبادرات تجاههم لأنه نساعدهم شوي بحياتهم ونساعد عيالهم وهذا الشيء بتمنى أنه ينعمل شيء جدي على الأرض والرسالة الأخيرة أنا بتمنى حقيقة أنه هالعيد يكون خصوصاً السني لأنه السني رمزية ساحة العباسين يلي كانت من ساحة ترمز إلى الموت والأنص والقزائف والدمار اليوم عم تعطي الفرح لكل السوريين فالسني بتمنى أن نكون نحن طوينا صفحة ملقى الألم ملقى البكي ملقى الحزن لننتقل لأمل بمستقبل أفضل وسعيد لكل السوريين وطبعاً برجع بجدد تهانع الميلاد لسيادة الدكتور الشهر الأسد قائدنا حتى ربنا دائماً يكون معه ويطيل حكمي ليقدر يطلع بسوريا وفينا من هالأزمة وضغوطات اللي نحن عم نعيشها شكراً كثير لألك أبونا وجودك معنا لليوم وميلاد ما تجي جدي نعاد عليك بالخير والسلام وعليكم يا رب وعشان شكراً لك أبونا مرة تانية ونتمنى دائماً رسالة التسامح والمحبة تكون عند الجميع وما في وقت محدد لإله شكراً لك